اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة من 600 الف اللي قتل من اليهود ولكن ضربوها بعشرة فهمتوا قديش بضربينها وزي الاربعين هذول اللي ضربوها ايش بعشرة ويا سبحان الله جات كلها ارقام ايش كلها بالعشرات اربعمية خمسمية ستمية سابعمية تمانمية تسعمية هيك مش اربعمية وخمسين لا كلها ليعني بال المئات او هي 40 مضربة بعشرة نيجي الآن شوية صغيرة لو رجعنا لما يسمى بالعهد القديم اللي بيأمن في اليهود والنصارى ما هو اليهود بيأمنوا فيما يسمى بالعهد القديم والنصارى بيأمنوا في العهد القديم والجديد وبسمونه النصارى الكتاب المقدس وسبق أعطناكم فكرة عن الكتاب المقدس لو جينا مثلا لسفر يشوع سفر يشوع كله قتل البلد الفلانية قتلوا الرجال والنساء طبعا والدواب والبلد الفلانية قتلوا النساء والدواب طيب اي شي عجيب يعني بتحسب 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 بتطلعوا ملايين المقتلين طب هذا كله كذب هذا كله كذب وهذا من المبالغات يعني هو مش صحيح يعني ما ورد في سفر يشوع انهم كانوا يمارسوا هذا القتل اللي عم بيقولوا عنه كله مكذوب ومبالغات لكن فيه فرق بين مكذوب ومكذوب اللي هو بين انتو بتقولوا انه هذا السفر سفر هذا معصوم وهذا دين ومعصوم من الخطأ واحنا واضح واي واحد بيقرب كلها كذب ها ينباقين قتلوا ملايين قتلوا هم ها تمام ماشي هيك في ميلة فكرة في التعامل مع العدو هيك تكثر انت من النكاية فيه حتى بالاخبار تمام فلكن الفرق بيننا وبينهم اهل الكتاب هؤلاء انه هم كتب مقدس اللي بيقول هالكلام يعني هم واحد من اثنين يا بصدقه هذا فهم مجرمين يا بيقول لك كله كذب اذا هذا شو هالمقدس لكن بالنسبة انه روايات هاي هذه روايات اصلا ما بتثبتش هذه روايات لا تثبت ثم سلوك الصحابة اصلا والرسول الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة عبر معاركهم كلها ما كانواش بيشتغلوها الشغل هذه حادثة فريدة وخيانة معينة بتتحملها الناس معينين ويبدو كانوا اربعين شخص وهذا كل الموضوع وهذا كل موضوع في قضية هذا كان لابد اني اوقف عندها قليلا هذه المسألة اه ولكن لو كنت الان بدي اخوض في قضية